شكرا لزميلنا العزيز فاروق صلاح كابتن قسامة الكابتن عليك كلم على ان النادي الاهلي ببحاطة دايما عينه على المركز الاول ويمكن هو لمح لنقطة كان حصلت الموسم اللي فات ان احنا في التأهل خدنا المركز التاني لسنة اللي فاتت كنا محتاجين نقطة من الهلال السوداني وظروف الماتش النهاردة تعتبر صعبة يعني احنا لو بصنا هنقول اه يعني على الورق نادي الاهلي سبع نقطة نادي المريخ نقطة ولكن فيه ظروف وعوامل ممكن ما تلاقيش نادي المريخ بنفس المستوى اللي ظهر بيه عندنا هنا في القاهرة الماتش الاولين عندهم كزا العيب كانوا في المنتخب الوطن السوداني لسه كسبنين جنوب افريقيا وتأهلوا لنهايات الامر الفريقية بعد عشر سنين حتى برضو الروح المعنوية عالية شوية عندهم مدير فني جديد عندهم مازال لحد دلوقتي عندهم الامل ولو يعني مش بيديهم ولو حتى كمان واحد في المية عندهم الامل انهم ممكن يستمروا في البطولة من هنا جاي صعبة الماتش أولا مبروك للمنتخب السوداني لتأهل للأمم الافريقية يعني منتخب السوداني يعني عمدها تاريخ عريقية ومصري واسوبة لأسلسل الاتحاد الافريقي ومبروك طبعا برضو للمنتخب المصري يفوزوا على جزر الامر الامر الماتش الاخير وتصدره المجموعة وتصدره المجموعة او بال ان شاء الله لنهايات كس العالم ان شاء الله بإذن الله فكلامك طبعا مظبوط في جزئية المعنويات انا شايف انه زي ما انت قلت التلات اربعة لعيبة الخمسة اللي كانوا موجودين مع المنتخب معنوياتهم مرتفعة بعد المكسب ثانيا النادي الاهلي بالنسبة للكرة العربية عمتا يعني هو الاول عربيا ولوما كان معينة فتملي اي فرقة بتلعب ضده بتبقى تتمنى الفوز على النادي الاهلي حتى معنويا حتى لو هو امالهم ضعيف جدا في الوصول يعني خلينا منطقيين من اللي احنا شفناه في خلال احداث المباراة لفرقة المري حتى من الاهداف هم جايبين هدف وعليهم عشرة النادي الاهلي جايب تمانية وعليه تلاتة هم عندهم نقطة هو لازم يكسب الاهلي ويكسب والاهلي يتغلب من سيمبا هنا ولازم فيتا يكسب يعني لفة صعبة جدا لكن احنا بيقول ورق على الورق انه ممكن خلي بالك كمان لازم يكسب ايه يكسب بسكور لاني احكيز بين واحدة تلاتة لازم يكسب اربعة اه فهو بالنسبة له شيء مستحيل هي بين سيمبا وفيتا ممكن لان فيتا لو كسب سيمبا عنده المريخ الماتش الاخير عنده وسيمبا كسبان فيتا واحد صفر ممكن الكرة الافريقية مع بعض يعني ممكن يحصل مفاجآة هو سيمبا افضل ومتوقع انه يكسب لكن الماتش بين فيتا وسيمبا يعني ممكن يحصل فيه مفاجآة ولا حاجة لكن زي ما قلت لك المريخ صعب الوصول للدور الثاني بعد النتائج السلبية اللي عملوها ولكن اكيد هيبقى روحهم عالية جدا 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 في مقارنات ايه بيننا وبين المريخ السوداني على الشاشة كابتن السامة مقارنات طبعا لصالح النادي الاهلي طبيعيا انا اربع فوز هزيمة واحد النادي الاهلي لعب ستة والتعادل النادي الاهلي التعادل المباراة المريخ اتنين نادي الاهلي ليه تلاتاشر جول المريخ ليه تمانية النادي الاهلي عليه تلاتة والمريخ السوداني زي ما تكلمنا في البداية ان هو عنده مشاكل في التنظيمات الدفاعية شوية عليه تلاتاشر مزبوط لكن ده كله هيتشال على جنب في مقابل انه هم هيلعبوا النادي الاهلي ونفسهم يكسبوا النادي الأهلي ولو فوز معنوي حتى لو هم يعني بعيد ما لهم ضعيف أو 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 يعني يكاد يكون مستحيل لكن الفوز على النادي الأهلي مكسب في حد ذاته معنوية للكرة السودانية لنادي المريخ نفسه بعد الهزيم في المجموعة في الفترة الأخيرة وأخيرة 3-0 من سيمبا المطش اللي فات فالمباراة صعبة من هنا وخاصة كمان دور الجوار تملي المنافسة بتبقى صعبة بيبقى نفسه يكسب البلد القريبة منه يعني على طول حتى في العالم كله تلاقي الأرجنتين والبرازيل جنب بعض تلاقي ألمانيا وهولندا تلاقي مصر وتونس والجزار والمغرب والسودان البلاد اللي بتبقى مجورة البعض قوي دي بيبقى فيه تنافس بينهم أنه نفسه يكسبك يعني عشان المنطقة اللي هو فيها معه زي ما قلت لك النادي الأهلي اسمه كبير بس هو المباراة الأخيرة مع سينبا كابتن هناك في السودان اتعادل سفر سفر وكان المدير الفني لسه جاي ويعني وضح من المباراة شوية أن التنظيمات الدفاعية بالذات عندهم ابتدت تتحسن ماشي هايحصل تحسن هايحصل يعني زي ما قلت لك معنويات عالية وروح عالية جدا في اللعب ولكن مش هيقدر يعالج كل الأخطاء اللي احنا شفناها في مباراة الأهلي هنا مباراة المريخ وفي تا كلاب في المريخ تتغلبوا فيها أربعة واحد مباراة سينبا الأخيرة مش بتاعت التعادل هي تلاتة صفر فمهما كان هيحسن منهم ولكن مش هيقدر يعالج كل هذه الأخطاء في مدة صغيرة لكن زي ما قلت لك هي معنويات عالية جدا هتلاقي قتال عالي جدا إصرار أنه يعمل نتيجة إيجابية مع نادي بحجم النادي الأهلي اللي هو سيد الموقف في القرى الإفريقية والعربية فالمباراة طبعا ما في الشكة تبقى صعب